دا اكلم طفق اجايبة عملت في ايه؟ لا اجاي حبيبي يعني ما يعني احنا بنقعد طول الوقت هو اجيدا مخفيف جدا وطول الوقت هو بيحب يهزر وكده وبعدين غير ان هو بيحب يهزر هو طول الوقت عنده حاجة غريبة هو طول الوقت شايل الهم وبيهزر برضو معرفش ازاي طول الوقت شايل الهم اه يعني اجاي على طول تحسه حزين على طول مش عارف ليه وفي نفس الوقت بيتحك فاحنا لنا مواقف يعني عن طريق الكلام يعني وغير بقى لما ابنه جل كنت على طول يعني احنا كنا فترة بنتجمع عند حد فكت عازمه عندي هو وعلي معلول وديانك وكان ابنه ساعتها عنده برضو جال البيت وكده اجايب فابنه عمال يرجع في البيت اصلا اه فكل شوه هو عنده برضو بقى فتوله جايبه ليه وبعدين انا مين هنضف طلوقت السجادة كل شوه تبهدل وبتاع فهو عمال يهزر معي مالقول انت فلوس كتير تجيب ناس كتير تنضف كتير وتجيب بيت تاني فاجيه جميل يعني جميل طبعا حكيتلي انت مواقف قبل كده بتاع فروطو ده هو اللي حاكى معاك تقريبا اه عفروطو اللي حاكى لي اه اه حاكى معاك كنت راجبين عربية تقريبا وطبعا انت زعت في حد فهو نزل يتخاني او سلمته لحد بس مش فاكر المواقف تفصيله ايه اه هو انت سلمته لحد تقريبا يعني لا لا ده هو اللي انت خانيد هو اللي انت خانيد بس بعد ما انت كنت بتشتم يعني انت جلسنا لا لا ده الموضوع العكس احنا راجبين هو بيتخانيد مع احد تمام و بعدين الخانيد هتبتدي الراجل نازل و هتخد تخاني شاطم الراجل او حصل حاجاتزى كده او بتاع فهو شاطم الراجل و بعدين اتخانك و بعدين عفروطو بيقول لي انزل له انت بقى بعد ما ширطم الراجل و راجل جاء هكذاrel هيدرب و انزل له انت بقى قالتوله انزله إزاي يا رجز؟ أه انزله إزاي؟ انت اللي تخنقت وأنت اللي قلت عدواك على الراجل انزل إنت بقى صلح الراجل والله حقا قال لا انا هتخاني إزاي، انت مش شاهدنا أنا قدي كده وانت جسمك قديه ما شاء الله يعني انزل إنت أتخاني قالتوله لأ انزل إنت أتخاني وانت لما راجل يبتلك درب أنا هاجأ حوش بس وبعدين نزلت للراجل وأقولت له قالتوله هو الغلطان انت عايز ترابو ترابو ممويتو اعمل فيه اه. اه سلمتو يعني. اه لطوله هو عد مش مترابو مش مخترم وبتاع بس انا اه. سلمتو. اه انا انا ليه.